طيب إحنا برح كنا أمام اجتماع يعني قلنا منعقد منذ توقف أو منذ عدم انعقاد له بهذا الشكل لثلاث سنوات وكان فيه كلمة لأستاذ حسن عبد الله محافظة البنك المركزي اللي ترقص الجلسة العامة وقال إن العالم بيمر بتحديات كبيرة اقتصادية إيه هي أبرز هذه التحديات من وجهة نظر حضرتك اقتصاد لا شك إن العالم أجمع بيمر بتحديات كبيرة جدا بدأت بجائحة فيروس كورونا كوفيد ناينتين ثم لم يتعافى العالم منها بشكل كبير أو بشكل نهائي ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا ما يتعلق بالتغيرات المناخية وحرائق وفيضانات وسيول في أماكن كثيرة وبالتالي التلت عناصر دول أو رؤوس المثلت بيؤدوا إلى أزمات اقتصادية كبيرة جدا بيعاني منها العالم الآن لا شك إن حصل ارتفاع في أسعار الطاقة أسعار السلع والمواد الغذائية تعثر وأزمات في سلاسل الإمداد والتوريد توقف عجلة الإنتاج لفترة أثناء التأجج جائحة كورونا وشدة هذه الجائحة توقفت بعض المصانع في دول وتوقفت عجلة الإنتاج لفترة ما وبالتالي حصل تأخر في العرض بمعنى أن الطلب موجود ومتزايد وبالتالي المعروض أقل من المطلوب وهناك قاعدة اقتصادية ما بين الكمية المعروضة من سلعة والكمية المطلوبة منها وسعر هذه السلعة فكلما انخفضت الكمية المطلوبة المعروضة كلما ارتفع السعر مع ثبات باقي العوامل على حالها ولكن الأزمات اللي بيمر بها العالم دلوقتي فيه مشكلة مثلا على سبيل المثال الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا لا يعلم مدها إلا الله سبحانه وتعالى يعني محدش يعرف إمتى الحرب دي هتنتهي وأيضا أبعدها إيه هتكبر هتبقى حرب عالمية تلتة المسألة هتبقى أقل أكثر وبالتالي هناك رؤية ضبابية بمعنى عدم وضوح للرؤية وبالتالي دي بتؤدي إلى قلق من الدول وقلق من واضع السياسة ولذلك في اجتماع اللي حدثتك أشارت إليه النقاط الأساسية أو المحاور الأساسية كانت عن أثار سلبية لهذه الأزمات اللي بيمر بها العالم بتزامن يعني حضرتك حتى جائحة كورونا لم تنتهي إلى الآن في تحورات للفيروس ولسه كان فيه نشرة الأخبار أو الموجز أن فيه أعداد ظهرت وما إلى ذلك وبالتالي الأحداث التي يمر بها العالم حتى لو كانت هذه الأحداث حرب بين روسيا وأوكرانيا فما يحدث في أقصى الشمال يؤثر في أقصى الجنوب لي لأن العالم أصبح كقرية واحدة وبالتالي هناك روابط اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل كبير جدا والمشكلة أن تحوط الدول بشكل كبير جدا في هذه الفترة لتخوف من أثار سلبية أكثر قد تعود على الاقتصاد العالمي من تباطئ معدلات النمو من زيادة معدلات البطالة من زيادة معدلات التضخم لذلك نرى أن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية على مستوى دول كثيرة في العالم رفعت أسعار الفائدة للحد من الآثار السلبية للتضخم الحادث على مستوى العالم وفي الحقيقة لو تحدثنا عن مصر وجدنا أن مصر التضخم الحادث جزء أكبر منه مستورد لأننا نعتمد على الاستيراد في كثير من السلع والخدمات وبالتالي يقدم أو يأتي إلينا التضخم حاملا معه الأثار السلبية من تآكل دخول الأفراد أو انخفاض دخول الأفراد لأن التضخم بمفهوم البسيط تعريفه هو الاتفاع المستمر والمتزايد لمتوسط أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة وبالتالي التضخم يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود ما كنا نشتريه مثلا بدولار أصبحنا نشتريه ب 2 دولار أو 3 دولار وبالتالي تنخفض القوة الشرائية لقيمة النقود بارتفاع الأسعار وما نشهده الآن من الارتفاع الأسعار سواء كما ذكرت الطاقة أو الغداء أو حتى تكاليف الشحن والنقل والنولون البحري وأسعار تذاكر السفر وما إلى ذلك هو نتيجة ما يحدث الآن من حرب بالإضافة إلى الأحداث الأخرى يمكن بعض البنوك المركزية زي ما نكلم على الفيدرالي الأمريكي زي ما حاجة ذكرت في اجتماعات مستمرة لإما رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة وإن كنا في كل اجتماع بنرى ارتفاع لسعر الفائدة وهذه قرارات منفردة لكن بالأمس كان في اجتماع هذا الاجتماع كان لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إيه أهمية هذا القرار وما قد يتمخض منه من قرارات قد تساعد على التصدي لهذه الأزمة الاقتصادية حينما تحدث أحداث تؤثر في العالم بشكل كبير ويكون هناك عدم تأكد من الأبعاد السلبية أو الآثار السلبية لهذه الأحداث يحدث كما يسمى اجتماع قمة طارئة وبالتالي هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي يمر بها العالم الهدف منه هو وضع سياسات تؤدي إلى التخفيض من حدة هذه الأثار بمعنى مناقشة ما يمكن أن يحدث السيناريوهات المحتملة سواء في حرب روسيا وأوكرانيا أو جائحة كورونا أو التغيرات المناخية وبالتالي وضع سياسات استباقية لمعالجة الأثار السلبية الكبيرة التي قد تنجم عن إما تطور هذه الحرب وإما ما يحدث في العالم من جائحة كورونا وما إلى ذلك وبالتالي التوقيت مهم جدا ولذلك حرص كل الدول المشاركة على أن تدلي بدلوها أو بأرائها ومقترحاتها للخروج بأجندة أو بتوصيات أو اقتراحات للعمل بها في غاية الأهمية طيب عاوزين نكلم على سياسة دفع النمو ونعرف إزاي ممكن تتم هذه السياسة بشكل سريع للتخفيف من هذه الحدة كل دولة عليها أن تتبنى سياسات تتناسب مع اقتصاد هذه الدولة لو تحدثنا عن مصر مصر غنية بثروتها وبالتالي توجه الدولة الآن في ظل توجيهات القيادة السياسية إلى التصنيع والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في غاية الأهمية لأن الصناعة تعتبر هي القاطرة الحقيقية للتنمية صحيح الآن هذا اليوم لدينا مصنع يعمل به مئة عامل غدا مئتين غدا مصنعين بعد غد ثلاثة مصانع وبالتالي تخلق فرص عمل تحسن من مستوى معيشة العاملين وأسرهم من يعولهم وأيضا تؤدي إلى القضاء على مشكلة البطالة تؤدي إلى إما الإحلال محل الواردات إذا كانت هناك صناعة مصرية بجودة جيدة أو جودة عالية وسعر تنافسي فيمكن أن نستعيد عنها بما يتم استيراده من الخارج وبالتالي توفير فاتورة العملة الصعبة التي تدفع مقابل الاستيراد والاستعادة بها عن المنتج المحلي أو المنتج المصري بشرط أن يكون بجودة وسعر جيد أيضا ليس فقط الاستعادة أو سياسة الإحلال محل الواردات وإنما أيضا تشجيع الصدرات فإذا وصل المنتج المصري إلى جودة وسعر تنافسي يمكن أن يصدر هذا المنتج وبالتالي تؤدي إلى تحقيق عوائد من العملة الصعبة وبالتالي الخروج من دائرة الاستيراد الكبير لكل السلع والمستلزمات التي نحتاجها وفقط نكتفي بما لا يمكن أن يتم إنتاجه محليا بالإضافة إلى أن التصنيع يؤدي إلى نقل التكنولوجيا بمعنى النهاء لأن التصنيع يؤدي إلى شركات استثمارات أجنبية تأتي بالنهاء أو التكنولوجيا المتقدمة وبالتالي يتم نقل هذه التكنولوجيا إلى العمالة الفنية المصرية وكذلك اهتمام الدولة بالتدريب الفني والمهني يؤدي إلى نجاح الصناعة بالإضافة إلى الزراعة فمن لا يملك قوته لا يملك قراره وبالتالي الزراعة تعتبر أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة جداً للإكتفاء الذاتي وأيضاً لوجود مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجي اهتمام الدولة في الفترات السابقة والفترة الحالية بما تعلق بالبنية التحتية أو ما يسمى بالإنفرستركشر يؤدي إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار